تتخيلوا يا جماعة أنه بالفعل تنزلت شركات جوجل وأبل وآي بي أم وثلاثة عشر شركة عالمية أخرى عن شرط الحصول على شهادة جامعية من أجل التقدم لأي وظيفة داخل تلك الشركات وهذا الخبر السعيد سيفتح المجال أمام كل من لديه الخبرة والمهارة والحرفية المطلوبة ولكن ليس لديه شهادة جامعية من أجل التقديم في تلك الشركات طيب ما هي التفاصيل وكيفية التقديم على هذه الوظائف خلينا أقول لكم أولا أهلا بكم في قناة انفولوجي التعليمية أنا محمد حامد تابعوني والخبر اللي معانا اليوم يا جماعة هو خبر أكيد نقلا عن موقع كيوزي وموقع جلاس دور المتخصصين في التوظيف والذي يمكنك من خلالهم التقديم على وظيفة في شركات عالمية مثل أبل وجوجل وغيرها من الشركات العملاقة طيب دلوقتي خلينا ندخل على مصدر الخبر مباشرة حتى تكون هناك مصداقية في الفيديو كما عودناكم من قناة انفولوجي طبعا يا جماعة ده موقع كيوزي العالمي المختص في التوظيف وكما ترون معي الآن هم محطين التايتل الرئيسي للبيج مبتوب لنا كلمة zero degree climate يعني طبعا صفر شهادة جمعية يعني هم مش محتاجين شهادة جمعية أو درجة جمعية في التوظيف وحتى الشركات العالمية زي أبل وآي بي أم وجوجل يعني لم تعد تهتم بوجود شهادة جمعية حتى يمكن الحصول على وظيفة داخل تلك الشركات العالمية يعني معك شهادة أو ليس معك شهادة سوف تحصل على وظيفة بإذن الله تعالى داخل هذه الشركات العملاقة لو نزلنا لتحت شوية تأكيدا للخبر لقينا هنا مكتوب يا جماعة يعني لستة من أو قائمة من الخمستاشر شركة عالمية لم تعد أيضا في حاجة إلى درجة جمعية حتى يمكن التقديم على وظيفة داخل تلك الشركات العالمية العملاقة طيب الشركات دي فيين وإزاي أننا نقدم عليها وإزاي أننا نحصل على وظيفة داخل تلك الشركات ده ياخدنا طبعا لرابط الوظيف مباشرة هو موقع كلاس دور ولو نزلنا لتحت شوية يا جماعة بنلاقي هنا يعني أكتر من 15 شركة عالمية لم تعد بحاجة إلى الشهادة الجمعية ويمكنك التقديم الآن طيب ممتاز المواقع اللي أنا بشرح منها دي إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف أترك لحضراتكم روابط هذه المواقع في صندوق الوصف بإذن الله تعالى وحابب ألفد انتباه حضراتكم يا جماعة إن ليه حضرتك ما تقدمش وتحاول وتجرب وتجتعد وتتعب على نفسك هم الناس اللي شغالين في جوجل وأبل والشركات العالمية دول أحسن مني أحسن منك أنت أحسن من أي حد في الدنيا دي لا مفيش حد أحسن من حد ولكن هناك فرق واحد الفرق إن فيه واحد اجتهد وتعب ويشتغل على نفسه حتى حصل على وظيفة مرموقة في مكان مرموقة وفيه واحد قاعد مش بيشتغل وينتظر الفرصة حتى تأتي إلى باب بيته وطبعا مستحيل يحصل يا جماعة لأن لازم تجتهد لازم تجتهد وتتعب عشان ربنا يوفقك ويعود عليك ويكفأك بالنجاح إن شاء الله حتى لو قدمت والمحاولة بقت بالفشل أو رفضه الطلب بتاعك ليه ما تزعلش لا حاول مرة تانية وثالثة وربعة وعشرة ومليون لازم يا جماعة لازم يا جماعة اللي حابب ينجح لازم يجتهد ويتعب ويبزل أقصى جهده حتى يحصل على مبتغاه ولما ربنا بيحس إن انت بتتعب وبتجتهد لازم ربنا هيقى في جنبك ويوفقك إن شاء الله بإذن الله تعالى وطبعا أنا متأكد بإذن الله تعالى يا جماعة إن حضراتكم هتردوا ليه الجميل إن حضراتكم تشتركوا في قناتي بحيث إن حضراتكم حسين بصدقي وطرح المعلومة بصدك وطرح المعلومة بإخلاص وأمان لحضراتكم ومتأكد بإذن الله تعالى بعد توفيق الله لنا أنكم سوف تردونا ليه الجميل بالاشتراك في القناة بإذن الله تعالى طيب نبدأ بقى ننزل لتحت كده في الموقع اللي هو موقع جلاس دور ده الموقع العالمي ده ننزل لتحت نلاقيها عرضين الشركات العالمية اللي فيها توظيف ده شركة جوجل ده رقم واحد شركة اي واي ده رقم اتنين شركة البنجون راندوم هاوس شركة رقم تلاتة وهكذا يا جماعة فهي مجميلة جدا من الشركات العالمية طيب أنا هاخد مثال على شركة جوجل وحضرتك بقى تبدأ تجرب مع نفسك كده في البيت في الشركات الأخرى افضرد مثلا شركة جوجل هياتها يا جماعة ده شركة جوجل طبعا فين الوظائف المطروحة واقسام الوظائف دي الاقسام يعني بتوظف عناس عندها في الناتورك وفي السوفتوير وفي المانجمنت وفي الانتليجنس والاشياء دي كلها حضرتك بقى تبدأ تشوف المجالات دي مناسبة لحضرتك اضغط على سي اوبن جوبس ويبدأ شوف طيب لو وفقك ربنا سبحانه وتعالى وتوظفت عند الناس دي واشتغلت معهم بين الاماكن اللي انتى ممكن تنتدس للشغل فيها هتشتغل في الاماكن دي اجيماعة دي الاماكن لانتى ممكن تشتغل فيها الكبتر ليه المونتين فيو وعندنا سان فرانسيسكو بعش�ا وفي اماكن اخرى في امريكا طبعا ومتنساش مكتوب لانا كلمة بوست الاماكن تانية ممكن تكون الاماكن ديها في أي مكان في العالم لان شركة جوجل لها فروح في كل مكان في العالم بعد كده يا جماعة اضغط على كلمة see open jobs لو لقيت بقى ان انت بتبحث عن وظيفة والوظيفة بتاحتك مناسبة لمجال من ده والاماكن دي مناسبة معاك خلاص اضغط على see open jobs لما بتضغط عليها بتبدأ تاخد نبال صفحة الوظائف في شركة جوجل كما سترونها معي في الصفحة التالية اللي هي الصفحة دي كده ممتاز ابدأ انزل لتحت كده يا جماعة دي كلمة شركة جوجل وقاد الوظيفة المعروضة ومعروضة من يوم واحد فقط بصوا يعني معروضة مبارح يعني شركة جوجل منزل الوظيفة دي امبارح الرتم بتاعها كام تسعة وستين الف دولار لمية تمانية وربعين الف دولار في السنة يعني ردك يتراوح من تسعة وستين لمية تمانية وربعين الف دولار في السنة طب الوظيفة دي مش مناسبة باعك انزل للبعدها اللي بعدها مش مناسبة باعك انزل للبعدها هو هكذا لحد ان انت تجد الوظيفة المناسبة لحضرتك أنا أفترض أن الوظيفة دي هي المناسبة معي فأضغط عليها لما بضغط عليها يا جماعة بيبدأ يفتح للصفحة اللي جاية دي والصفحة اللي جاية دي بقى هيبدأ يقول لي فيها إيه تفاصيل أكتر عن الوظيفة اللي أنا هقدم لها واحد يقول لي يا مستر محمد حامد مش أنت قلتنا الشهادة الجامعية غير مطلوبة أما المكتوب له هنا كلمة يعني الدرجة الجامعية في التصميم تمامي قسم المنمم كواليفيكيشنز اللي هي الدرجات أو المتطلبات الرئيسية يعني خبرة عملية مقابلة أو معادلة لأشهادة الجامعية طيب تبدأ بقى تقرأ التفاصيل بتاعت الشو مور تبدأ تقرأ تفاصيل الوظيفة كلها ولو عجبتك الوظيفة وحاسيت إنها مناسبة بعها اضغط على كلمة أبلاي ناو لما تضغط على كلمة أبلاي ناو من هنا يا جماعة هيبدأ بقى يجيب لي الصفحة دي برضو عن الوظيفة ويبدأ يجيب لي معلومات أكتر عن الوظيفة في الصفحة دي برضو تبدأ تقرأ طبعا الشروط دي كلها وتضغط على كلمة أبلاي ناو لو لقيت مناسبة مع حضرتك لما تضغط على كلمة أبلاي بيبدأ يجيب لك بقى الأبليكيشن الرئيسي الخاص بالوظيفة طبعا من هنا بقى تبدأ تتركز ليه؟ لأن لازم تملأ الأبليكيشن ده أول حاجة عشان تتأكد إن الأبليكيشن ده نسمه وإن انت بتقدم في جوجل بجد اطلع على التايتل بار اللي فوق بصها يا جماعة at google.com google.com بص والكاريرز والأبليكيشن يعني يا جماعة الفيديو الصدق بنسبة 100% بإذن الله تعالى طبعا ده الإيميل اللي انت هيستسلم عليه الرد من شركة جوجل وخلي بالك منه وانتبه لو الإيميل ده حابب تغيره تضغط على كلمة switch accounts منها تمام تمام وتقدر إن انت تقدم أدية 3 أبليكيشن كل 30 يوم يعني ممكن تقدم على 3 وظائف في كل شهر أول خطوة يلا بنبدأ بقى نملة الأبليكيشن ده مع بعضنا عشان أعرف حضراتكم إزاي هتملو الأبليكيشن ده أول حقيقة تبدأ ترفع السيرة الزيتية بتاحتك تضغط على كلمة select file من هنا اللي هي دي كده يا جماعة اضغط عليها من هنا واضغط على كلمة D ويبدأ ارفع الأبليكيشن بتاحتك اللي هي السيرة الزيتية تبدأ طبعا ما حتى عامل السيرة الزيتية بتاحتك بيه اللغة الاي بيه اللغة الانجليزية واضغط على كلمة open فبيتم رفع السيرة الزيتية مباشرة تمام تمام يبقى الخطوة القولة دية احنا عرفناها ساهل من هنا تبدأ تحط اسمك بقى كما ترونها لانا تبدأ تحط اسمك كده يا جماعة وبعد كده تبدأ تحط الأدرس بتاعك طبعا يا جماعة انا طبعا بسجل من المملكة الحبيبة لقلبي المملكة العربية السعودية فهناك تم تبينا كلمة جدة كده تمام? اهو وانزل تحت كده المنطقة او الدولة بتاحتك انا بسجل طبعا من المملكة العربية السعودية افضل اختار المملكة العربية السعودية وحطي طبعا مدينة جدة هواتي نفس الكلام مرة تانية يا جماعة تمام طبعا انا بحط يا جماعة دلوقتي ايه انا مش بقدم بصفة رسمية ولكن انا بحاول اورى حضرتك ازاي هتقدم على الوظيفة ديت بازن الله تعالى بعد كده يا جماعة بتبدأ تحط اللي هو الحي بتاعك قاعد فين انا احط برضو من مدينة جدة برضو زي ما حضراتكم شايفين كده وتبدأ هنا تحط البوستال كود انا احطها البوستال كود كده اللي هو الرمز البريد وتقدر تجيبه من على جوجل بكل بساطة وده طبعا الايميل بتاعك وده رقم جوالك بيتسيبه زي ما هو كده ولو عندك وابسايت بتحط الايميل بتاعك وطبعا هنا يا جماعة بيقولي لو انت خدت درجة جامعية من اي جامعة سابقة ابدأ بقى يكتب اسم الجامعة بتاحتك هنا وليكن مثلا اا كايرو مثلا جامعة القاهرة مثلا ايه بكتب اي شيء كايرو يونيفرسيتي تمام ولكن حضرتك لما تبدأ تملى البيانات حط البيانات المطلوبة خدت ايه درجة في انا اقول له مثلا خدت درجة في علوم الكمبيوتر هيأتي اتخرجت ولا لسه تقول له اتخرجت ولا ما بتحضرش ولا ما كملتش انا اقول له اتخرجت مثلا انت المكان بتاعها فين انا اقول له مثلا المكان بتاعها في القاهرة برضو تمام الجامعة دي مكانها في القاهرة فين فين حتة في القاهرة اقول له مثلا في مصر مثلا اهو ايجيب تمام مكانها في مصر مثلا تمام وهنا طبعا بيقول لي لو انت قدمت على عمل قبل كده وعندك خبرة عملية في عمل سابق لو انت اشتغلت عند اي حد اكتب اسم الرجل اللي انت اشتغلت عنده انا اكتب مسلا وليكن على سبيل المثال احمد مسلا مسلا يا جماعة تمام اشتغلت ايه هقول له مسلا اشتغلت تيتشرا هواتي مسلا انا بقول مسلا اشتغلت من شهر كام لحد شهر كام طبعا انا بحط هنا طبعا اي شي اه يا جماعة يعني كده زي محاركوا شايفين كده اه 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 طاريخ عشوائية تمام هتبدأ بقى اشتغلت فين اقول له مسلا اشتغلت في مصر برضو اهو تمام اقول له مسلا استغلت في الكاهرة كايرو تمام وبرضو اشتغلت في المكان او الحية بتاعك فين كان في حلوان مسلا تمام حلوان اهو حلوان زي محاركوا شايفين كده وانزل لتحت شوية يا جماعة واضغط على كلمة ايه ناكس لما ماضغط على كلمة ناكس يبدأ يجيب لي بقى الصفحة دي اقول له اي اندرستاند انا موافق وطبعا ديت البيانات بتاعتك ولو ضغطت على كلمة صمت بانت كده قدمت الايه قدمت الطلب بتاعك الوظيفي لشركة جوجل وبخلي بالك بيجي لك هنا البيانات اللي انت دخلتها تمام يا انت ممكن قبل ما تعمل تترجع البيانات بتاعتك وتنسوش يا جماعة ان انا حطيت بيانات عشوائية ما تنساش ده رقم جوالك اللي يجي لك عليه الرد بتاعك او على الايميل تتأكد من رقم جوالك تتأكد من ايميلك وتتأكد من رقم جوالك لان دول اللي يجي لك عليهم الايه الشغل ان شاء الله ويجي لك عليهم الرد وتضغط على كلمة صمت لما بتضغط على ك تصميت كده بقول لك هنا بوسك شكرا يعني بالفعل تم التقديم على الوظيفة في شركة جوجل بقول لك هنا هنرجع للاستمارة بتاعتك ونرجع لك بالخطوات الرسمية بإذن الله في التخصصات اللي حضرتك قدمت فيها وده طبعا يا جماعة كان الفيديو الخاص باليوم ازاي ان انا احصل على وظيفة في شركة عالمية براتب محترم جدا اشكركم كل الشكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته